أحبة الأكارم يوم الجمعة هو سوق المحبين للنبي الكريم عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم في الآخرة هو يوم المزيد الذي يلقى فيه أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى ولذلك خصه النبي صلى الله عليه وسلم بأولئك المحبين يقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائك أولئكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال صلى الله عليه وسلم مذكرا أولئك المحبين إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي تعرض على الحبيب عليه الصلاة والسلام تلك الصلاة بخشوع قلبها بحسن ذكرها قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة صلى الله عليه بها عشرة رحمه وغفر له وقبله ترجمة نانسي قنقر